اشتركوا في القناة بغية تعويدكم على طريقة الاجابة وايضا بغية مناقشة كل المواضيع والدروس المرشحة بقوة في شهادة التعليم المتوسط قبل ان نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة الاجابة بالفيديو وتفعيل الجرس تشجيعا لنا على تقديم المزيد بإذن الله دون اطالة نبدأ بسم الله وعلى بركة الله تعالى مع اول تمرين مقترح في هذا الامتحان من الدروس المرشحة بقوة درس الوسط الداخلية لذلك ارتأيت ان يكون تمرين الاسترجاع العلمي حول الوسط الداخلية اذا للتعرف على العلاقة بين مقونات الوسط الداخلية نقترح عليك الوثيقة التالية اولا ساعرف عن العناصر سين عين صاد واحد اثنان ثلاثة نين اليف حدد دور العنصر واحد في النقل مستدلا بمعادلات كيميائية با ماذا يحدث على مستوى العنصر رقم ثلاثة ثالثا الشحن علاقة بين العناصر سين عين صاد ثم حدد دور العنصر عين اذا ابناء التلميذ سنشرح هذا التمرين ونتوقف عند اشرح هذه الاسئلة والاجابة اجابة دقيقة ومفصلة اذا دون اطالة نمر مباشرة للاجابة على تعريمات هذا التمرين اذا عندما عرحنا الوسط الداخلي قلنا الوسط الداخلي هو مجموع سوائل الجسم الثلاث المتمثلة في الدم واللمف واللمف البيني وهو عبارة عن سائل في حركة دائمة يؤمن التواصل بين مختلف سطوح التبادل والاعضاء اذا نمر الآن مباشرة للتعرف على البيانات والعناصر الموجودة بهذه الوسطة اذا بالنسبة للعنصر رقم واحد يمثل كريات دم حمراء اما العنصر رقم اثنين فيمثل البلازمة او المصورة اما العنصر رقم ثلاثة فيمثل خلايا عرو اما العنصر سين فيمثل الدم اذا السائل الموجود داخل الشعير الدموية هو الدم اما العنصر عين فيقصد به السائل الموجود بين الخلايا وهو اللمف البيني ونسميه ايضا السائل البيني اما العنصر صاد فيتمثل في اللمف ونجده داخل الاوعية اللمفوية اذا تمقلنا من التعرف على عناصر الوسط الداخلي نمر الآن للتعرف على دور العنصر رقم واحد والمتمثل في كريات الدم الحمراء اذا عندما تعرفنا في درس مكونات الدم تعرفنا على مكونات الدم وتعرفنا ايضا على دور كل عنصر من عناصر الدم هنا سنركز على كريات الدم الحمراء لما لها من اهمية في نقل الغازات التنفسية إذن فكوريات الدم الحمراء تعمل على نقل الغازات التنفسية بين الأسناخ الرئوية والخلايا ومختلف الأعضاء إذن سنتعرف على ذلك من خلال المعادلات التالية إذن على مستوى الأسناخ الرئوية وعلى مستوى الخلايا سنجد معادلة تفاعل بين الهيموغلوبين وبين غاز الأكسجين من جهة وغاز ثاني أكسيد الكارضون من جهة إذن بالنسبة للهيموغلوبين له خاصية الارتباط بالغازات التنفسية ويرتبط بالغاز الذي يكون ضغطه كبير فنبدأ بالمعادلات التي تحدث على مستوى الأسناخ الرئوية إذن على مستوى الأسناخ الرئوية يكون ضغط الأكسجين عالي جدا وبالتالي يرتبط الهيموغلوبين مع أربع أودو ونتحصل على مرقب هو أشبي أو سمينيا هذا المرقب هو دم أكسج وعبارة عن لونه أحمر فاتح ونقول عنه دم فاتح أو دم قاتم إذن ينتقل هذا المرقب من الأسناخ الرئوية ويتشف مباشرة من خلال الدورة الدموية إلى مختلف الخلايا على مستوى الخلايا تحتاج الخلية إلى الأكسجين وبالتالي ينفصل الهيموغلوبين عن الأكسجين فتكون المعادلة كالتالي أشبي أو ثمانيا تصبح أشبي زائد أربعة أثنين أربعة أثنين فستعملها الخلية في عملية التنفس الخلوي ويقبل هيموغلوبين حرا فيرتبط بغاز سي أودو الذي يكون ضغطه كبيرا على مستوى الخلايا فتكون المعادلة الكيميائية كالتالي اش بي زائد سي او دو اذا تعطيني اش بي سي او دو هنا الدم نسميه دم مؤكسد بالدال ولونه يكون احمر قاتم او احمر داكن ينتقل هذا المرقب بهدف التخلص من غاز سي او دو اذا ينتقل هذا المرقب من الخلايا ويتجه مباشرة الى الاسناخ الرئوية اين يتم التخلص منه كالتالي اذا على مستوى الاسناخ الرئوية ينفصل سي او دو عن الهيموغلوبين فتصبح اش بي سي او دو تصبح اش بي زائد سي او دو سي او دو يتم التخلص منه من خلال الزفير والهيموغلوبين يرتبط من جديد مع اربعة او دو ونتحصل على اش بي او دو اش بي او ثمانية وترجع نفس العملية وهكذا يتم نقل الغازات التنفسية نمر الآن لسؤال اثنين باب ماذا يحدث على مستوى الخلية او العنصر ثلاثة اذا على مستوى الخلية او العنصر ثلاثة تحدث مبادلات غازية تنفسية هذه المبادلات تكون بين غاز الاكسجين وغاز سي او دو وايضا تحدث مبادلات بين المغذيات والفضلات الاسوتية نأتينا للتعرف على العلاقة الموجودة بين العناصر سين عين صاد اذا نعرف بان اللمف البيني يتشكل انطلاقا من الدم بالترشيح عبر جدران الشعيرات الدموية اذا فاللمف البيني جزء من الدم يدور هذا اللمف البيني بين الخلايا ثم يعاد انتصاصه على مستوى الاوعية اللمفوية ان يدخل الى الاوعية اللمفوية فيشكل لنا اللمف اذا فاللمف البيني نفسه اللمف اما بالنسبة لللمف فيرجع الى الدم والدورة الدموية قبل وصوله الى القلب وينتقي مع الدم على مستوى الوريد تحت الترقوي الايصر وارجعوا للرسم التخطيطي المتعلق بطريقة الامتصاص ومنه يمكننا القول بان اللمف البيني جزء من الدم اللمف البيني نفسه اللمف واللمف جزء من الدم اما اخر سؤال فهو دور الخلية اذا تعتبر الخلية مقر عمليات الايظ الخلوي فكل العمليات تحدث على مستوى الخلية والان نمرضون ايطالة للتمرين الثاني اما بالنسبة للتمرين الثاني وهو تمرين الاستدلال العلمي فقد ارتأيت ان يكون هذا التمرين متعلق بالزمر الدموية وايضا مزيج بينه وبين الاستجابة المناعية الخلطية اذا نركزوا معي ابناء التلاميذ فعليكم التعرف او عليكم اتقان الاجابة على اسئلة تمرين الاستدلال العلمي اذا تعرض احمد رفقة صديقه لحادث مرور فقد على اثره كمية من الدم كان يحمل بطاقة الزمرات الدموية التي تبين ان زمرات دمه هي ببوزيتيفة وبعد الاعلان عن ذلك تقدم متبرعون للدم هم صديقه ومتبرعان اخران ولضمان نجاح عملية نقض الدم فرجلية للاشخاص الثلاثة اختبارين للدم لتحديد زمرهم والتأكد من سلامتهم من الامراض السند الاول اختبار فحص الزمر الدموية اما السند الثاني فاختبار اليسا للكشف عن الايجابية المصرية والمتعلقة بفيروس الاش اي فيروس السيدة التعليمات حدد المتبرع الذي يمكنه ان ينقل الدم منه الى احمد المصابة في الوثيقة رقم واحد اي حدد من يمكنه التبرع لاحمد ثانيا بين اهمية اختبار اليسا بالنسبة لاحمد اذا نمر دون ايطالة لمناقشة وحل التمرين الثاني اذا نبدأ بالاجابة على السؤال الاول تحديد المتبرع الذي يمكنه التبرع لاحمد اذا صاحب الزمر ببوزيتيف اذا هنا علينا استخلاج الزمر الدموية للاشخاص المتبرعون اذا بالنسبة لصديق احمد لوحظ هناك ارتصاص مع مضاد ال-A اذا فالزمر A عدم وجود ارتصاص مع مضاد ال-B ووجود ارتصاص مع مضاد ال-D اذا فالزمر الدموية بالنسبة لصديقة احمد هي الزمر A اما بالنسبة للمتبرع الثاني فلوحظ حدوث ارتصاص مع مضاد ال-A وارتصاص مع مضاد ال-B وخدم ارتصاص مع مضاد ال-D اذا فزمرت المتبرع الثاني هي A بنيغاتيف أما بالنسبة للمتبرع الثالث عدم وجود ارتصاص مع مضاد A إذن الزمرة غير ليست A وجود ارتصاص مع مضاد B فالزمرة B وعدم وجود ارتصاص مع مضاد D فالزمرة بالنسبة للمتبرع الثالث هي B حسب نظام الاب أو ونظام الريزوس إذن نظام الاب أو الذي يحدد لنا كل زمرة لمن يمكنها التبرع ونظام الريزوس الذي يحدد لنا إمكانية التبرع بين الزمرة الموجبة والسالبة فإن المتبرع الثالث صاحب الزمرة الدموية B نيغاتيف نحن نعرف حسب نظام الريزوس الزمرة السالبة يمكنها التبرع للزمرة الموجبة وحسب نظام الاب أو يمكن للزمرة B نيغاتيف أن تتبرع للزمرة B بوزيتيف إذن هكذا تكون الإجابة أبناء التناميذ نأتي الآن لآخر سؤال أهمية اختبار إليسة بالنسبة لأحمد إذن بالنسبة لاختبار إليسة إذن نحاول أن نقرأ السندرع المتنين ما هذا الاختبار؟ إذن كلمة الإيجابية المصرية معناها وجود أجسام مضادة ضد فيروس معين إذن هنا نريد أن نختبر وجود أجسام مضادة في مصل هؤلاء الأشخاص ضد فيروس السيدة يعني إمكانية حملهم لفيروس السيدة من عدمه كيف يتم إجراء فاحص أو اختبار إليسة؟ إذن يتم إحضار مصل هؤلاء الأشخاص ويضاف إليه محلول الأش إي بي فإذا تشكل ترصب أو معقد مناعي معناه أن هذا الشخص حامل لفيروس السيدة إذن بالنسبة لصديق أحمد لا يوجد ترصب ولا يوجد معقد مناعي إذن سليم بالنسبة للمتبرع الثاني تشكل معقد مناعي إذن هذا الشخص حامل لفيروس السيدة بالنسبة للمتبرع الثالث إذن عدم وجود معقد مناعي أو عدم وجود ترصب إذن فهو غير حامل لفيروس السيدة إذن من خلال إختبار إليسة يتم الكشف عن الشخص الحامل لفيروس السيدة حيث تبين من خلال الوثيقة الثانية أن المتبرع الثاني حامل لفيروس السيدة حيث لوحظة تشكل معقد مناعي بين مصل المتبرع الثاني وبالتالي فإن اختبار إيلسا يساهم بشكل كبير في حماية المتبرع له من الأمراض المعضية خاصة فيما يتعلق بفيروس السيدة إذن لو طلب منكم تحديد الاستجابة المناعية المتعلقة أو المتدخلة ضد فيروس السيدة هي استجابة مناعية نوعية خلطية كيف عرفنا ذلك من خلال تشكل معقد مناعي ومن خلال كلمة الماصلة والآن نمر دون إطالة للوضعية الإدماجية التي اخترتها لكم في هذا الامتحان التجريب إذن نقرأ الوضعية الإدماجية تعرض شخص لحادث مرور خطير سبب له نزيفا حادا وجرحا بليغا نقل على إثره للمستشفى أين أصر كل من أخيه وصديقه على التبرع له بالدم بعد أيام تحسنت حالته الصحية لكنه باقي يعاني من شلل في رجله اليمنى التعنيمات أو السندات قبل ذلك نتائج اختبار الزمر الدموية لكل من المصاب الأخ المصاب وصديق المصاب الوثيقة الثانية موقع إصابة الشخص إذن لدينا كلمة قطع في العصب الوركي والوثيقة الثالثة تمثيل تخطيطي لارتصاص كوريات الدم الحمراء بأجسام مضادة إذن نصحاتنا التلميذ وعنتم تقرؤون الوضعية الإدماجية فليكن دائما السيال في أيديكم حتى تضعوا خطا تحت الكلمات المفتاحية التي تساعدكم في الإجابة على تعليمات هذه الوضعية الإدماجية التعليمات من خلال السياق والسندات أجب عما يلي أولا تسر شلل الرجل اليمنى عند المصاب ثانيا ناقش إمكانية نقل الدم من هؤلاء الأشخاص أو من أخ المصاب أو صديقه مع تحسن حالته أخيرا وضح في فقرة علمية قصيرة قواعد نقل الدم الناجح ومخاطر النقل الخاطئ للدم على صحة المتبرع له إذن ليس شرطا أن تكون آخر تعليمة قدم نصائح قد تكون أكتب نص علميا أو أكتب فقرة علمية بالنسبة للنص العلمي يختلف عن الفقرة العلمية في وجودي أو في ضرورة طرح إشكال في المقدمة ويوجد في القناة كيفية كتاب النص علمي سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوسط إذن نمر دون إطالة لمناقشة وحل هذه الوضعية الإدماجية التي تدمج مجموحة من الأفكار نمر مباشرة للحل نبدأ بالإجابة على أول تعليمة وهي تفسير الشلل عند المقصب في البداية عندما تبدأون بحل الوضعية الإدماجية اتبعوا أبناء التنميذ الخطوات التالية أول شيء أكتبوا سياغة السؤال لا تجي مباشرة ثانيا ابحث عن السند الذي ساعدك في الإجابة واكتبه إذن فتكتب من خلال السياق والسند رقم كذا كذا ومكتسابة القبلية ثم تجيب إذن أيضا عليك ترتيب الإجابات حتى لا تفقد نقطة التنظيم إذن نبدأ بالإجابة على السؤال الأول إذن بالنسبة للسؤال للوثيقة الأولى تتحدث عن اختبار الزمن الدموية إذن لا يساعدنا في تفسير الشلل الوثيقة الثانية تتحدث عن موقع إصابة الشخص إذن أما الوثيقة الثالثة فتتحدث عن عملية الارتصاص إذن فهنا نستعين بالسند الثاني لتفسير حالة الشلل بالنسبة للمصابة إذن وعليه تكون الإجابة كالتالي من خلال السياق والسند الثاني ومكتسبات القبلية فإن شلل الرجل اليمنى للمصاب يرجع لإصابته على مستوى العصب الوركي هنا ابن التلميذ لا تتوقف عند هذا التفسير عليك أيضا أن تذكر دور العصب الوركي فتكمل الإجابة كالتالي المسؤول إذن نقصد العصب الوركي النقل الرسالة العصبية الحركية للرجل اليمنى إذن فقطع العصب الوركي معناه عدم مرور الرسالة العصبية للرجل اليمنى وبالتالي عدم عدوث الحركة والإصابة بالشلل على مستوى الرجل اليمنى نمر الآن للإجابة على التعليم الثانية مناقشة إمكانية نقل الدم من أخي المصاب وصديقه وتحسن حالة المصاب إذن هذه التعليم جديدة نوعا ما إذن عندما يطلب منك المناقشة فعليك التدقيق في الإجابة إذن هنا لا يمكنني أن أتحدث مباشرة عن من يمكنه التبرع للمصاب فعلي في البداية أن أستخرج الزمر الدموية ثم أحدد الشخص الذي يمكنه التبرع وأتحدث أيضا عن العواقب في حالة عدم موجود توافقه وعليه هنا سأستعين بالوثيقة الأولى والوثيقة الثانية وأكتب كالتالي من خلال السياق والسندات الأول والثالث فإن عدم توافق دم المتبرع والمتبرع له يؤدي لحدوث الارتصاص وموت المصاب وبما أن هنا سأحدد الزمر الدموية وبما أن زمر الدم المصاب هي AB نيجاتيف كيف عرفت ذلك؟ إذن ارتصاص مع الآ ا ارتصاص مع البي وارتصاص أو عدم ارتصاص مع الدي إذن فزمر الدم المصاب هي AB نيجاتيف بالنسبة لأخ المصاب يلاحظ هنا عدم ارتصاص مع مضاد الآ وجود ارتصاص مع البي ووجود ارتصاص مع الدي إذن فزمر الدم أخ المصاب هي B نيجاتيف بينما زمر الدم صديق المصاب إذن وجود ارتصاص مع A وعدم وجود ارتصاص مع B وعدم وجود ارتصاص مع D إذن فظمرة دم صديق المصاب هي A نيغاتيف فإنه حسب نظام ال-ABO ونظام ال-Resource فإن صديق المصاب صاحب الظمرة الدموية A نيغاتيف هو الذي يمكنه التبرع للمصاب صاحب الظمرة الدموية AB نيغاتيف والآن نمر لآخر تعليم معنا وهي كتابة فقرة علمية حول قواعد نقل الدم الناجح وخطورة النقد الخاطئ على صحة المريضة إذن هنا نستعين بالوثيقة الأولى والوثيقة الثالثة والمكتسبات القبلية وتكون الفقرة العلمية كالتالي إذن الفقرة العلمية لا يجب أو ليس شرطا أن نكتب فيها الإشكال العلمي الإشكال العلمي يكون في النص العلمي إذن يعتبر نبدأ هنا بالتحدث عن التبرع بالدم يعتبر التبرع بالدم ضرورة حتمية لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم وحتى يكون نقل الدم ناجحا ويساهم في تحسن حالة المريض وإنقاذه وجب مراعاة أولا توافق دم المتبرع والمتبرع له حسب نظام الآبئ ونظام الرزوز وأيضا وجب سلامة الدم من الأمراض المنقول للمريض وفي حالة عدم مراعاة توافق دم المتبرع والمتبرع له فسيتعرض المتبرع له لخطورة الارتصاص وموته وقد يتعرض المتبرع له أيضا لخطورة انتقال الأمراض المعدية كالسيدا والفيروس الكبدي وإصابته بهذه الأمراض الخطيرة لحالة عدم الفحص الدقيق والجيد لدم المتبرع وصلنا لنهاية الفيديو أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم أبناء التنميذ من الشرح ومن هذه التنميذ الذي اخترتها لكم بعناية فائقة لمزيد من الاستفسارات أنا في خدمتكم بإذن الله تعالى دمتم أبنائي طيبين وإلى لقاء آخر بإذن الله